نروح للنادي الاهلي قصة فيلر ايه بالزبط؟ الاهلي نجح في تمديد تعاقد فيلر لموسم اضافي طب هو ايه اللي كان معطى للراجل بالاضافة لتفاصيل اللي احنا بنتكلم فيه هقول لكم تفاصيل زيادة النهاردة في الموضوع ده خاصة بجمهور التالتة انه التمديد لفايلر بنفس الراتب بنفس الرقم اللي كان بياخده هو وطاقم العمل بالكامل عن الموسم الحالي بالزبط الاهلي مش حيدفع مليم زيادة لفايلر هو وطاقم العمل بتاعه عن اللي بيدفع في الموسم ده الراجل كان مستني يعرف الموقف عامل ازاي من استقناف بطولة الدوري عنده حالة قلق من موضوع الكورونا بياخد فعلا وجهة نظر الرأي اصرته وعيلته وده طبيعي جدا جدا ما فيناش حد بيتحرك بشكل احادي ما فيناش حد بيتحرك بشكل احادي كل واحد عنده اه اسرة بياخد رأيه بياخد رأيها ويستطلع قراء المقربين منه اه علشان الظروف اللي بيبقى موجود فيها كل واحد فده طبيعي الراجل مد تعاقده اليوم وبنفس الرقم وبنفس الراتب اللي هيحصل عليه وبالتالي حبقى موجود موسم اضافي كمان مع النادي الاهلي اه بمشيئة الله مدرب قلت قبل كده انه رهان اه ما كانش حد حيرحم في مجلس قدارة النادي الاهلي لو كان الراجل ده الرهان خايب عليه ليه لانه هو جاي بريسك جاي بمخاطرة ومخاطرة كبيرة جدا انا جاي بمدير فاني ما عندوش سيرة زيتية فانا ضربت حتى بمثل ساعتها في وقتها قلتوا بالضبط عامل زي البطيخة يتطلع حلوة ومرملة ويبقى مجلس ادارة النادي الاهلي ولجنة التخطيط قرارها كان سليم يتطلع براني ارعى ولو ده حصل الناس ما كانش هترحم مجلس الادارة ولا هترحم لجنة التخطيط ولا هترحم اي حده كان حبقى الكلام موجه انه انتوا ليه جزفته وليه خطرته وليه تروحوا لمدير فاني من غير سيرة زيتية النهاردة والناس بتتكلم عن انه الراجل ده حقا نجاحات في الدوري المصري مع النادي الاهلي بمكاسب بمكاسب فان كان هناك رصيد في هذا الامر لحد اللحظة دي هو ما حقاش البطولة بس عامل نتائج محترمة واصل في دوري ابطال افريقيا للسيمي فاينل مفيش هزيمة في الدوري المصري كلها ارقام محترمة جدا وبالتالي يبدو ان الرهان يسير وبمؤشر جايد جدا جدا في اتجاه نجاح هذا الرجل مع الفريق كان في دور محترم جدا بيعمله امير توفيق وامير من الكوادر النكحة جدا حتى الان مع النادي الاهلي في هذه الجزئية وايضا بيقوم من محترم مهندس خالد مرتجي بدور كبير ايضا تحديدا كان في هذا الامر والتعاقد مع الرجل نفسه فيلر من البداية ومن ثم كمان الجزئية المتعلقة بتمديد التعاقد هو امر مريح جدا بالنسبة لجمهور النادي الاهلي هو امر مريح جدا هذا الخبر امر مريح جدا بالنسبة لجماهير النادي الاهلي اللي كانت قلقة على مستقبل الفريق ومستقبل بقاء الراجل نفسه مع الفريق من عدم اشتركوا في القناة